هذا لو كان هذا الفصلة المحرر الذي استخدمته في كتاب محرر ولكنه باللغة الإنجليزية لا يختلف كثيراً في اللغة الإنجليزية عن اللغة العربية إلا في كتابة اسم المؤلف ونتذكر دائماً أننا بنقلب في اللغة الإنجليزية اسم المؤلف فدايماً ببدأ باسم المؤلف الأخير وبعد كده بكتب الفاميلي نيم يبقى بكتب الأول الفاميلي نيم أو الاسم الأخير فصلة وبعد كده بكتب أول حرف في الاسم الأول للمؤلف وبعد كده باتبعه بنقطة ولكن عندما نستخدم فصل من كتاب محرر فإنني أبدأ أولاً باسم مؤلف الفصل يعني بقول أن الاسم مؤلف الفصل بطريقة مقلوبة بكتب هنا الاسم الأخير للمؤلف فصلة مسافة الاسم الأول للمؤلف باخد أول حرف بنقطة إيه؟ بقلب الاسم وده اللي احنا خدناه هذا هو اسم مؤلف الفصلة في الكتاب المحرر وهنا سنة النشر بنقصين نقطة هنا عنوان الفصل في الكتاب المحرر نقطة مسافة وكلمة إن بيتم كتابتها وبعد بكتب كلمة إن بعد كده بكتب اسم المؤلف ولكن لاحظ ما يعزيز الباحث أن اسم المؤلف لا يتم قلبه اسم المحرر آسف اسم محرر الكتاب لا يتم قلبه يكتب بالطريقة العادية فهنا بكتب أول حرف من اسمه الأول نقطة مسافة والاسم الثاني له يبقى هنا اسم مؤلف الفصل يتم قلبه بالطريقة التي نستخدمها منذ البداية ولكن اسم المؤلف الكتاب المحرر لا يتم قلبه يكتب بطريقة عادية وبعد كده بكتب بنقصين كلمة إي دي نقطة اختصار المحرر وبعد كده فصلة بنكتب اسم الكتاب بخط مائل وبعد كده بنكتب بنقصين بي بي أي مدى الصفحات الخاصة بهذا الفصل وبعد كده بكتب مكان النشر نقطتين مسافة ومناشر نقطة على سبيل المثال لو كان عندي ثلاثة محررون بكتب مؤلف الفصل بالطريقة المقلوبة الاسم الاول للعائلة الاسف الاسم الاخير للعائلة فصلة مسافة الحرف الاول من الاسم الاول للمؤلف نقطة بعد كده تاريخ النشر بنقصين نقطة بعد كده عنوان الفصل وبكتب كلمة ان بكتب اسم المحرر الاول بالطريقة العادية دون قلبها بكتب اول حرف في اسم نقطة اسم العائلة بعد كده فصلة مسافة الاسم الاول في المحرر الثاني نقطة مسافة الاسم العائلة الخاصة بالمحرر الثاني فصلة وبستخدم علامة اند وليس كلمة اند وبستخدم المؤلف المحرر الثالث ويكتب دون قلب بعد كده بكتب بين قصين اختصار المحررون EDS نقطة بين قصين فصل مسافة وبعد كده عنوان الكتاب وبعد كده بكتب بين قصين B نقطة أي مدى صفحات هذا الكتاب بداية من صفحة كذا شرطة إلى صفحة كذا وبعد كده بحط نقطة وبكتب اللوكيشن أو مكان النشر نقطتين وبعد كده مسافة ونشر نقطة أما في حالة اتنين محررين فقط لهذا الكتاب بستخدم نفس الكلام اسم المؤلف الأول للفصل فصلة المؤلف الثاني للفصل فصلة وعلامة آمن وبعد كده المؤلف الثالث للفصل ولا تنسى اننا بألب هذه الأسماء بالطريقة المقلوبة أي اسم العائلة تأتي أولا فصلة والحرف الأول من الاسم الأول للمؤلف نقطة بعد كده بأدخل بين قصية النقطة سنة النشر بعد كده بحط عنوان الفصل بعد كده بطريقة عادية غير مائلة لا أقلب ولا أجعله مائل في عنوان الفصل كلمة إن وبعد كده بكتب أسماء المحررين وبفصل بينهم بآنت وبعد كده بطريقة غير مقلوبة كما سبق الزك بكتب اختصار إيدي اسأل محررون بعد كده عنوان الكتاب بخط مائل وبعد كده بنكتب مدى الصفحات وبعد كده مكان النشر والنشر كما سبق الزك مثال لتوصيق فصل من كتاب محرر باللغة الإنجليزية عندنا هنا مجموعة من الصور توضح الصورة الأولى عنوان الكتاب واسم محرره هذا هو عنوان الكتاب edit by محرر بواسطة فلان الفلاني وبعد كده دي صورة لعنوان الفصل واسم المؤلف الخاص بهذا الفصل وبعد كده في الصفحة التالية للصفحة الخاصة بغلاف الكتاب بجد بيانات اللي هي السنة النشر وبجد النشر ومكان النشر بنبدأ أولا زي ما اتفقنا بكتب اسم مؤلف الفصل بطريقة مقلوبة فهنا بدأنا باسم العائلة كما أمام الموس ثم بعد ذلك فصلة ثم كتبنا الحرف الأول من اسم المؤلف الخاص بالفصل ثم أبعته بنقطة وبعد كده بنقصين بنكتب تاريخ النشر كما أمامك عند الموس بنقصين نقطة مسافة بكتب عنوان الفصل عنوان الفصل وعنوان الفصل يكتب بطريقة عادية غير مائلة ثم بعد ذلك بكتب كلمة إن وبعد ذلك بكتب اسم المحرر ولاحظ أن اسم المحرر لا يتم قلبه فاستخدمت هنا الحرف الأول من اسم المؤلف مدبوعا بنقطة ثم الاسم الثاني المؤلف مدبوعا بنقطة ثم اسم العائلة ولكن عندما استخدمت اسم مؤلف الفصل فإنني تم قلبه بدأت باسم العائلة أولا ثم الحرف الأول من اسم الأول للمؤلف الخاص بهذا الفصل إذن اسم المحرر مرة أخرى تذكر عزيز الباعث لا يتم قلبه وبين قصين كتبت إي دي نقطة اختصار إديتور أو المحرر عنوان الكتاب تم كتابته بخط مائل وبعد ذلك تم ذكر عدد صفحات هذا الفصل وبعد ذلك يتم كتابة مكان النشر والناشر توصيق كتاب محرر حيث المؤلف هو المحرر ماذا نفعل إذا كان المؤلف لهذا الفصل هو نفسه المحرر نكتب أولا الاسم الأول واسم العائلة وبين قصين بنكتب المحرر نقطة ثم بعد ذلك نكتب تاريخ النشر وبين قصين نقطة وبعد كده اسم الكتاب بخط مائل ومكان النشر ودار النشر يعني لو أنا استخدمت فصل في الكتاب وكان هذا الفصل المحرر الذي حرر هذا الكتاب شارك أيضا في تأليف هذا الفصل بنكتب الاسم الأول لو كانوا أكثر من مؤلف بكتب الاسم الأول ثم اسم العائلة وبعد كده بفصل بين أسماء المحررين والمؤلفين بحرف العطف واو وبعد كده الاسم الأول ثم اسم العائلة للمحرر الثاني وبين قصين بكتب المحرران نقطة ثم تاريخ النشر واسم الكتاب بخط مائل ومكان النشر وإذا كانوا أكثر من ذلك بنستخدم نفس الطريقة ولكن بدل المحرر للمفرد والمحرران للجمع إذا كانوا إثنان آسف إذا كانوا إثنان بكتب المحرران بكتب هنا الاسم الأول والأخير المحرر الأول ثم الثاني بنفس الطريقة ثم الثالث وبكتب كلمة المحررون ثم بعد ذلك تاريخ النشر واسم الكتاب بخط المال ومكان النشر ودار النشر توصيك كتاب محررا حيث المؤلف والمحرر ايضا ولكن باللغة الانجليزية ماذا نفعل في هذه الحالة نكتب اولا اسم المؤلف وهو ايضا المحرر ولكنه هنا يكتب بطريقة مقلوبة كما سبق الشرح في توصيق الكتب المطبوعة فنبدأ باسم العائلة فاصلة الاسم الاول للمؤلف نقطة وبعد كده بنقصين بنكتب حروف ايدي نقطة اختصار ايليتور وبعد كده بنقصين بنكتب ايضا سنة النشر نقطة بعد كده اسم الكتاب بيكون بخط مائل وبعد كده المكان اللي تم فيه النشر النقطين والنشر نقطة واذا كان عندنا اكثر من محرر فاننا نكتب وهم ايضا المؤلفين نكتب اسم كلا المحرران نكتبهم بطريقة مقلوبة اسم العائلة فاصلة الاسم الاول للمؤلف نقطة فاصلة وبعد كده علامة الاند وليس كلمة الاند المحرر الثاني بالطريقة المقلوبة ونكتب ايدي اس اي المحرران بنقصين نقطة وبعد كده سنة النشر وعنوان الكتاب بخط مائل ومكان النشر ثم النشر اما في حالة ان انا عندي اكثر من مؤلف ومحرر في نفس الوقت بكتب الاول بنفس الطريقة السابق ذكرها فاصلة الثاني فاصلة وحرف الاند وعلامة الاند الثالث وبعد كده برضو بكتب بنقصين ايدي اس ثم اكمل سنة النشر كما صبق الذكر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة